اكد معالي الشخص المال من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الحرص على تسخير كافة الامكانات والجهود اللازمة لمواصلة تحويل التحديات إلى فرص والطموحات إلى إنجازات وفق رؤى وتوجهات جلالة ملك البلاد المعدم حفظه الله ورعاه بتحقيق كل ما فيه الخير لصالح الوطن والمواطنين والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكافة البرامج والمشاريع خلال لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برؤساء تحرير الصحف المحلية أشار معاليه إلى مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي وتسريع وطيرة الإنجاز بأعلى كفاءة وجودة ممكنة وفق ما هو مخطط لها من أجل تحقيق أهداف الخطة والوصول للنتائج المنشودة أشهد معاليه بجهود التنويع الاقتصادية المستمرة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسا للاقتصاد أكد معاليه على الدور الذي قامت به الصحافة المحلية والإعلام الوطني كشريك فاعل في دعم جهود تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي منذ انطلاقها منوها في هذا الصدد بدور كافة أعضاء فريق البحرين في دعم مختلف المبادرات التي تصب في الوصول لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي ترجمة نانسي قنقر